السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم وعلمتكم حصرمح نستعرض سويا قوانين التعلم عن بعد القانون الأول أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسي لهذا اليوم هو معرفة حق الأخ والأخت الهدف العام معرفة حق الأخ والأخت أن يعرف الطالب والطالبة على حق الأخ والأخت وأن يتعرف الطالب والطالبة على التصرفات الخاطئة في حق الأخ والأخت ما هو حق أخي وأختي علي يا أبنائي؟ فكروا ما حق أخي وأختي علي أحترم أخي وأختي وأخي الكبير وأعطف على الصغير منهم وأتعاون مع أخي وأختي في ماذا؟ في الأعمال المنزلية وهل أأخذ الألعاب جميعها لي؟ لا أتقاسم مع أخي وأختي الألعاب وكذلك الطعام لابد أن أحفظ حق أخي وأختي يا أبنائي ماذا تلاحظون في الصورة يا أبنائي؟ هنا لدينا الأخوين هنا غاضبون ومتشاجرون مع بعض هل تصرفهم صحيح؟ لا هذا التصرف خاطئ لابد أن أحترم أخي وأختي وأتسامح مع أخي وأختي حق الأخ والأخت أولا احترام الأخ والأخت أحترمهم وأعاملهم بلطف أدعو لهم أدعو الله أن يحفظ أخي وأختي وأن يديم عائلتنا ويطيل في أعمارنا يا أبنائي أكلمهما بأدب أخفظ صوتي لا أتحدث بصوت مرتفع على أخي وأختي وأعاملهما بلطف وأتقاسم ألعابي معهم وألعب معهم المعاملة الصحيحة مع الأخ والأخت هنا ألعب مع أخي وأختي هنا الأخوان يلعبون مع بعض وهم سعداء هنا تشاركوا في اللعب هذا التصرف صحيح لا بد أن نتعامل مع أخي وأختي بلطف يا أبنائي هنا التسامح مع أخي وأختي هنا في الصورة لدينا الأخ والأخت متشاجرون لا بد يا أبنائي إذا تشاجرت مع أخي وأختي أن أتسامح معهم وماذا أقول سامحيني يا أخي وأختي وأنا آسفة ولن أعود لمثلي هذا لا بد أن أتسامح مع أخي وأختي التعاون مع أخي وأختي هنا في الصورة فواز ونورة يتعاونون مع الأم في تنظيف المنزل لا بد يا أبنائي أنا تعاون مع أخي وأختي في الأعمال المنزلية وأنظف مكاني هنا الأخ والأخت يحافظون على نظافة المنزل لا بد يا أبنائي أن أتعاون على نظافة المنزل مع أخي وأختي والدعاء لأخي وأختي أدعو الله في صلاتي لأخي وأختي أن يدم علينا الحب والأمن والأمان وأن يدوم علينا المحبة بين أخي وأختي وأسرتي وأن يحفظ لي أخي وأختي هنا نشاط رقم ثلاثة أرسم دائرة حول الصورة التي تدل على كيفية التعامل مع الإخوة ما هو التصرف الصحيح هنا؟ هنا رقم واحد الصورة الأولى ماذا ترون؟ هنا الأخ والأخت يتشاجرون مع بعض هل تصرفهم صحيح؟ لا التصرف هنا خاطئ لأنهم يتشاجرون مع بعض لا بد أن يتسامحون بقول أنا آسف وأنا آسفة والصورة الثانية ماذا ترون هنا؟ هنا الأخ والأخت هنا الأخ يعطي أخته الحلوى هنا التصرف صحيح وأضع عليه دائرة أضع عليه دائرة أضع عليه دائرة يا أبنائي لماذا لم أضع الدائرة على الصورة الأولى؟ لماذا يا أبنائي؟ لأن تصرف خاطئ هنا الأخ والأخت يتشاجرون مع بعض وفي الصورة الثانية هنا الأخ يطعم أخته الحلوى والأخت هنا سعيدة فهنا أضع الدائرة أرسم عليه دائرة ونشاط رقم أربعة صل بين الوجه المبتسم والصورة التي تدل على السلوك المناسب مع الإخوة هنا لدينا صورة رقم واحد واثنين وفي الوسط هنا لدينا الوجه الضحك لا بد أن أصل الصورة المناسبة بالوجه الضحك وتصرف الصحيح مع الإخوة هنا رقم واحد ماذا ترون هنا؟ هنا الأخ الأخ هنا أخذ السيارة الخضراء وكذلك السيارة هنا السيارتان أخذهما الأخ هل تصرف صحيح؟ لا هنا التصرف خاطئ هنا التصرف خاطئ لا بد أن أتشارك مع أخي وأختي هنا الأخوين هنا تصرف خاطئ وحزين الأخ الصغير حزين هنا التصرف خاطئ لا بد أن أتشارك مع أخي وأختي هل أصل هذه الصورة بالوجه الضحك؟ لا لأنه تصرف غير صحيح والصورة رقم اثنين ماذا ترون هنا؟ هنا الأخوين يلعبون مع بعض هنا التصرف صحيح وأصله بالوجه الباسم هنا تصرفهما صحيح وأصله بالوجه الباسم هل انتهيتم؟ أحسنتم يا أبنائي هنا نشاط رقم خمسة صل بين علامة الصح وصورة السلوك الذي يدل على العطف على الأخ الصغير صورة رقم واحد ماذا ترون؟ هنا الأخوين هنا الأخت الكبرى تقبل أخيها الصغير هل تصرفها صحيح؟ أحسنتم هنا التصرف صحيح لأنها عطفت على أخيها الصغير فأصلها بعلامة الصح هنا تصرف الأخت صحيح والصورة الثانية ماذا ترون هنا؟ هنا الأخ الكبير غاضب على أخته الصغيرة وهنا الأخت تبكي هل تصرفه صحيح؟ لا هنا تصرفه خاطئ هنا هنا تصرفه خاطئ هنا تصرفه مع أخي وأخته خاطئ هل أصله بعلامة الصح؟ لا لأنه تصرف خاطئ حق الأخ والأخت يا أبنائي العناية بهما إذا مرضى إذا مرضى أخي وأختي ماذا أفعل؟ أساعد أخي وأختي إذا مرضى وأساعدهما في تناول الدواء وآتني بهما وأحضر لهما الطعام والشراب إذا مرضى أخي وأختي إثنان الدعاء لأخي وأختي الدعاء لأخي وأختي وأدعو الله لأخي وأختي ثلاثة التعامل معهما بلطف أتعامل مع أخي وأخي وأختي بلطف وأخفض صوتي عند الحديث معهما أربعة التسامح التسامح مع أخي وأختي ماذا أقول إذا تشدرت مع أخي وأختي؟ أنا آسف وأنا آسفة يا أبنائي ولن أعود إلى مثلي هذا لا أعود للتصرفات التي تغضب أخي وأختي وأختي وأتسامح مع أخي وأختي هنا حق الأخ والأخت العناية بهما إذا مرضى يا أبنائي والدعاء لهما وكذلك التعامل معهما بلطف والتسامح معهما يا أبنائي قد وصلنا إلى نهاية الدرس يجب مراعاة التالية عند اكتساب هذه المهارة وأن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على معرفة حق الأخ والأخت التوصيات الحرص على المراجعة الدولية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصص إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء